اشتركوا في القناة ممكن واحد منهم يكون رجع بالليل وهو لنفس الجريمة طب ليس عدتك؟ دول كانوا زي السامنة على العسل وقعدين مبارح كانت خطوبة زين على دعاة ما تسألنيش يا رعوف احنا لازم نوصل لعائلين دول بأسرع وقت ممكن ونحقق معهم عشان نوصل لحقيقة انا بتهالي ان الموضوع مش يخرج عن واحد من اثنين يا زين يا حربي وانا برجح ان حربي يكون هو القاتل عن اذنك دي يا حضر رعوف خير يا كيمي حربي عايزك يا باشر حربي؟ هو فين؟ تعام عايز ساعدتك وانا حجل لك رعوف لا باشر بعد اذن معليك هو عايزك لوحدك انتشارته تحت عمرك يا فنم باشر انت حياته قبل مجيلك انا مش اتاخر عنيك يلا عشت حرب يا باشر انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا باشر لحد دي كده انا عملت العلايا اللي جاء بتاعك انت سلامة باشر سلامة كيمي طلب تتابلني لي يا حربي عايز تسلم نفسك؟ وسلم نفسي لي يا باشر عشان قتلت انشراح ودونيا والشغالة اللي كانت معهم في البيت لا باشر انا ما قتلتش حد مال مين اللي قتل؟ زين؟ ولا زين يا باشر اللي قتل معلما انشراح ودونيا والبيت صهرة هو اللي خطف دعاء وزين واختك الانسة اماني اماني يا اختي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا باشر اللي قتل معلما انشراح ودونيا والبيت صهرة هما اللي خطفوا زين ودعاء واختك الانسة اماني اماني يا اختي دخلها ايه بالقذارة بتاعتك ديها حيواني؟ منهاش دخل يا باشر منهاش دخل هما قصدنانا مش قصدنا هيا هما مين اللي قصدينك؟ انا مش فاهم اي حاجة بركة تفضل يا باشر ايه ده؟ الظرف ده في الورق اللي سبب في كل الجرائم اللي حصلت وخد فوقتك لانسة اماني احنا حرب مجاش ايه؟ هيلعب بينا الوقت ده ولا ايه؟ لا حيجي يا باشر اكيد حيجي حرب ده انا عارف كويس صاحب صاحبه قوي استعيد يرمي نفسه في النار عشان صحابه وخصصا يعني لو فيهم اماني ما المشاعر الخيبة العبيطة دي هي اللي بتجيب الناس لورا صعل الله توقعاتك تطلع صح يا صلاح يا باشر يا حرب ده صنعت ايدي؟ انا العجن وخبز بيضايا دولي واللرب خير من اللي اشتر هتشوف ساعدتك دلوقتي لما يجي لحد عندك بنفسه وسلمك الورق تجبت الورق ده منين وازاي؟ مش مهم يا جبتوا منين وازاي؟ مهم دلوقتي ان احنا لازم ننقذهم باي شكل وباي تمام يا حرب انا مستعد اروح للناس دي بنفسي وديهم الورق عشان يسيبوا زين ودعاء وامان لا يا بركة هم مش عايزينك انت هم عايزين انا بس خد بالك هذا الظابط الورق ده لو وجه في دين الباشا هيخلص على الكل مش هيفوت حدي منيهم انا خبره زين انا تحت امرك يا باشا انت عارف ان الورق ده يدينك زي ما يديني سيوفي بالزبط ويخسرك كل حاجة؟ عارف وعارف سيوفي ممكن يعمل فيك ايه؟ عارف ورغم كده مستعدة ساعدنا ان احنا بنقبض عليه؟ ايوه طب ممكن اعرف لي انت مستعدة تخسر كل اللي عملته في الشهور اللي فاتت؟ ومستعدة تخسر حياتك كمان؟ ليه يا حربي؟ ليه؟ لان يا باشا ببساطة ما بيش عندي في الدنيا دي كلها حاجة اهمة من ان انقل زين ودعاء ووقتك لانيس امان صاحبك اتاخل اوي الشمس راحت والليل دخل وهو لسه مجاش حييجي يا باشا حييجي حييجي ايه يا عفام حربي وسط حربي عالبوابة يا باشا لوحده شو قد تساعدتك يا باشا خليهم يدخلوا جوه في الهول فات شو دخلوا استنان انتهي انا صراح خلوا راشا ايه اظن دي مفيش منه اي قطر معايا ايه تاخرت شوه يا حل هلقتين عليك معلش يا باشا بصلي مشوري طويل حربتين ايمة ارجعت عجوة تشرب حاجة حاجة طب مني اخبارك ايه انا تماما باشا المم ساعدتك اخبارك انت ايه انا زعلان يا حاجة زعلان اوي ومنك انت بالزيد تعرف لي لان انا عملت منكوا بني ادمين وخلتكوا في وضع ما كنتوش تحلموا بيه ابدا وكانت النتيجة ايه انكوا رضتوا للجميل بقيلة اصلي ملهاش مسيل وانا اللي قيلة اصلي معايا انسفه ليه بس كده اباشا ما كنا ماشيين كويس بعدين ما تنساش بقى اباشا ان انت اللي كنت محتاج لنا واستفدت من ورانا كتير واكسبت من ورانا اكتر ولا انت اباشا حدك انضربك على ايدك صح فديا عندك ها ما حدش ضربني على ايدي كانت غلطة السمع الحوة الغلط حيتصلح التهديده باشا لا 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 اعتبره تحديد مواقف لكن لو ما نفستش اللي انا عايزه منك مش هيبقى تهديد هيبقى فعل فد الورق لا هو ساعدك فاكر ان انا هجيلك لحد هنا والوحدي ويكون معايا الورق ده انا بقى جابي اول يعني انت ما جبتش الورق معك الورق موجودة باشا في الحافظ والصور اتطمن على زين واماني ودعاء واشوفهم ويمشوا بالف سلامة من هنا الولق يكون عندك في الثانية الله 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 بتتشرط علي يا ساحالبي يا باشا انا لا بتتشرط ولا حاجة انا جاي اتفاهم مع ساعدتك قل لي اول وشرط اخر نور بنزن ودعاء واماني سلمني الورق وانا سلمهم لك اشوفهم الاول واتطمن عليهم بتتتحداني يا قد انت انا باشا انا مين عشان اتحدى ساعدتك كل ما في الموضوع بس ان انا بحدد مواقف مش ده كلام ساعدتك برضه وبعدين يا باشا ما تنساش ان الورق اللي معايا ده ممكن يضيع كل الاباهة والهيلمان اللي انت عايش فيه ويضيعك بلحظة ويدخلك لما اخذ السجن بس انا بقى ممكن اخدمك خلمة العمر واجبلك الورق بتاعك فمقابل خدمة بسيطة نتطمن علي زين ودعاء واماني خليه يشوفهم يا باشا خليه يشوفهم احنا مش هنخسر حاجة ولو الورق ما جايش يبقى هو اللي خسر كل حاجة صلاح انت صلاح انت اللي كنت وبعديني وعتزعل يا حربي دي اللعبة وصل اللعبة بتقول اللي تغلبه ولعبه والمصلحة قالت اننا لازم ابقدم بالباشا الكبير مش معقولي انا هسيبه وقف جنبك طب ليه يا صلاح ليه؟ عشان انت تسيت اهم حاجة في اللعبة يا حربي ان انا الاستاذ وانت بتلميز وعيب قوي قوي ان الاستاذي مش ورا تلميزه ولا ايه يا صاحبي اخرس لو عا تنطق الكلمة دي تاني على لسانك انا ما يشرفنيش انك تكون صاحبي يا عاطي مش وقت اللي ام معتاب يا حربي نخرس بس من اللي احنا فيه الاول وبعدين نعود ونتكلم ده اذا كان فيها بعدين يعني مهاب هات اماني بزين ودعاك هات اماني بزين ودعاك مي يا حربي جواب ليه؟ قاعد يا راجل اوعب قاعد يا حربي البيت بيتك فكوهم وعطوهم ما وقلت لك يا حرم هتزعلش اللعبة يوم لك ويوم عليك يوم في ايدك ويوم في ايد غيرك المهم اللعبة تكمل للاخر وعندما تلاقش احنا خلاص قربنا من الاخر اهو هتدينا الورق وتاخد صحابك ما تبقى اللعبة خلصت ولا يا باشا سعدك تمام يا بحر تمام الجمعة بره باشا حربي 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 كنت متأكد انك هتيجي ما تخافيش اماني ولا انت يا دعاء كل حاجة تبقى تمام عامل ازي ماذا حربي خلاص طمنت على اصحابك تالي كده بقى تبعد تجيبلي الورق اظل ده من حقي دلوقتي ماذا حربي ايه ده يا حربي انت هتعمل ايه انت هتخلص خالص غيرش دعوة يا واطي يا كلبي يا ابن الكلب لا لا اللى اثنين ده من الورق يا حربي هيخلصوا مننا كلنا زى ما خلصوا من انتراحوا دونيا دل كلاب يا حربي ما عندهمش رحمة لا استنى مقاب لو حسك طلع مرة تانية انا هخلص على دعاء بتاعتك دي ودامعنيك ودلوقتي حال وانت يا سحربي تحب تشوف صحابك وحبيبك وكلنا بيديتنوا واحد وراء التاني واللي هتنفذ اللي اتفقنا عليه اسمع كلام الباشا حربي سيبك من زين زين دي جعجع على الفاضي انت قادرة واحد دي دايما بيحسبها غلط ومتهور انما انت العائل اللي بيحسبها صح انقذ نفسك وانقذ صحابك وابعتها تلورا ماشي يا باشا ماشي بس انا بقى ليه شرط انت لسه لك عدة تشرت يا سحربي اسمعوا يا باشا اسمعوا طلباتك يا حربي اول الورق ما يوصل على البوابة اماني وزين ودعاء يمشوا من هنا انت بتحلم خلاص يا باشا بقى ما فيش ورق بقى ولا حاجة وعلي وعلى عدائي ما بلاش اللي عندي دا يا حربي هو دا شرط يا باشا انا مش موافق انا قلت لا يعني لا طب بعدين ساعتك يا باشا حربي لو احنا مشناهم نضمن منين انك ما تعملش حركة من اياهم ده والله انا موجود معاكم ومش همشي من هنا غير لما تتأكدوا ان كل حاجة تماما ولو حصل اي حاجة يا باشا تبقى تبني ايه راس عبك يا باشا باشا يا حربي باشا لا يا حربي انا مش همشي من هنا لو رجلي على رجلك يا حربي بطل فتوانة يا زين واسمع اللي بقولك عليهم بانا طول عمري باسمع اللي بتقول عليهم وبانا اتفذهم المراد انت اللي تسمع كلام يا حربي لو اديتهم الورق هيخلصوا منك مش مهم يا زين مهم انت واماني ودعاة ببعيد واسيبك لوحدك مش هيحصل ابدا يا حربي احنا طول عمرنا مع بعض يا جدعا على الحلوة والمرة سوا اجد الوقت واسيبك في الموت لوحدك مش هيحصل يا حربي وينعيش سوا وينموت سوا مش هسيبك ابدا يا صحبي ده ايه الليل اللي انا فيها دي ايه المسرحية السخيفة اللي انا ما شوفها دي انتو ايه هتفضلوا طول الليل تحبوا ببعض هتخلص ولا خلص عليهم خلص عليهم خلص 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 عليهم دور تسجيل جاهز فمه ايه يا حربي هاتل ولا هو تعالى من اللي عملته ده عين العقل يا حربي عين العقل يا حربي هو هتوقف تسجيل حاضر روف خليك جاهز اماني ودعاءه زين اول ما يخرجه عنه هجم على طوحي تمام تمام يا فندم كله يا جاهز يلا تخل ورايا اتفضل يا باشا مرسي يا روجا هو اللي حيجيب الورق ده حيجي انت عشر دقائب كتير يا باشا عشر دقائب عشر دقائب مش كتير برضا مصرح دقادة حلوة والعصير احنا ايش رب ايش رب ايش رب ما بقاضة حربي باشا ما عملتش حسابك في العصير مجراش يا باشا مجراش بس اعنا يا باشا لما هوزة في سؤال كده يا كل دماغي ونفسك جاوبنا عليه سؤال ايه ان شاء الله معلمة انشراح ودنيا قتلتهم ليه اسأل نفسك ما انت السبب انا ما هيوة ما انت لو كنت سبت الورق عند صلاح ما كانش كل ده حصل لكن انت خدت الورق وقلت لزين انك سبته عند واحد امين وبتصخ فيه وزين زي المداب قال الكلام ده العم صلاح والكلام في الاخر وصلني انا عادت مع نفسي وقلت يبقى اكيد الورق يعد انشراح يعد دنيا لكن للاسف ما انقناش الورق لا هنا ولا هنا تقوم تقتلهم يا نعيم بيه انا اقتل الدنيا بحالها في سبيل اللي اوصل للورق ده طب البضاعة باشا البدرة اللي بالملايين اللي كانت في مخزن عنطر وهوب فجأة اختفت مش همك يا رخرة لا هتا مدريتش يا عبقري مالبركة فعل بصلاح هو اللي دلنا على مكان البضاعة وصقنا وروحنا جبناها يعني البضاعة عندي دلوقتي تحت ايدي يعني انتو خلاص مش مسكين علي اي حاجة وصبع كل كنتو عايزين تغزقوا بيه عيني بقى تحت درسي اضغط عليه وقت ما نعايز لحد ما اطاعه كده بلف حبل المشناء احوالين رقابته هيا رقوف ايوا يا فندي الهدف وسط بوابط المزرعة اول ما اماني ودعاءه زين يخرجه زي ما قلتلك تهجم على طول مفهوم؟ تمام يا فندي